موسيقى تحية طيبة تدار عملية التعليم في العراق عبر وزارة التربية العراقية وحسب تقرير لليونسكوفين العراق كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت عالية حتى كادت الحكومة في ذلك الوقت أن تقضي على الأمية تماما من خلال إنشاء حملات لمحاربتها لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام في الأمن حتى وصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق منذ عام 2003 ظهرت المشاكل الرئيسية التي تعيق النظام وتشمل نقص الموارد تسييس النظام التربوي الهجرة التشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية والفساد والأمية على نطاق واسع مقارنة مع ذي قبل حيث أن نسبة الأمية 39% لسكان الريف وتقريبا 22% من السكان البالغين في العراق لم يلتحقوا بالمدرسة 9% من المدارس الثانوية حيث انخفضت نسبة المساواة بين الجنسين اليوم تحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة بعد أن خصصت 10% من التعليم من ميزانيتها إلى التعليم لكن تغير شيء على واقع التعليم بالبلاد؟ اليوم في حلقة برنامج عين العلم سوف نطرح قضية القرارات سوى كانت صادرة من الحكومة المحلية للمحافظات أو من الحكومة المركزية في بغداد أو حتى من الوزارات المعنية كيف تؤثر هذه القرارات على التعليم وعلى المتعلمين وكيف ترسم مصير مجتمع وجيل بأكمله فقد تكون هذه القرارات منصفة وتصلح الخلل وقد تكون مجحفة وتزيد من الفجوة بين العراق والتعليم الملتقى بعد الفاصل في حلقتنا التي تحمل عنوان قرارات ومسؤوليات وزارة حالة حال معظم دوائر الدولة هناك نوع من التراخي في بعض المفاصل هناك نوع من نقاط الخلل في مفاصل أخرى يعني احنا بصراحة اجينا عدنا برنامج كامل وعدنا تصور دقيق عما موجود في الوزارة من نقاط خلل من نقاط سلبية بدأنا بالمعالجة من لحظة استنامنا الوزارة منذ اليوم الأول وماضين بهذا المنهج الحقيقة وأعتقد بدأنا بعض الخطوات الملموسة يحتاج لها قرارات شجاعة قرارات جريئة احنا ماضين ان شاء الله بنفس الاتجاه والأيام القادمة حضلة بالكثير من القرارات المهمة التي تخدم المسيرة التعليمية بالبلد من جديد تحية طيبة سادة الأكارم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج العلمي الترووي المجتمعي برنامج عين العلم عنوان حلقتنا قرارات ومسؤوليات ليش اختارينا هذا العنوان أنا في كل حلقة أوضح سبب اختيارنا لعنوان الحلقات سبب اختيارنا لعنوان الحلقة هو أنه اليوم القرارات تقع تجي بالجملة من وزارة التربية من الوكيل الإداري من وكيل وزير التربية من وكيل وزير التعليم من وزير التعليم فقرارات بالجملة قاعدت تجي إلى الجامعات وإلى المدارس ولمديريات العامة للتربية في كل المحافظات العراقية هذه القرارات البعض من عندها يصلح ما كان خطأ حسب اعتقاد الشخص يصلح ما كان خطأ في الحكومة السابقة أو في القيادة السابقة سواء كان قيادة وزارة التربية أو قيادة وزارة التعليم أو أي مؤسسة تعليمية أخرى فمن وجهة نظر الشخص اللي قاعد يجي بالجديد أنه يمسح كل شيء ويرجع يعيد من جديد اليوم إذا أريد لبلد أن يتطور فعليه أن يكمل ما انتهى منه الآخرون يعني أني اليوم لما أريد أطور فتشي ما أرجع من نقطة الصفر أو أريد أدرس فالدراسة معينة ما أرجع من نقطة الصفر لا أكمل من النقطة اللي انتهى وعدها زملائي أو أقراني سواء كانت وزير سواء كانت مدير عام سواء كانت وزير تربية وزير تعليم إلى آخره من هذه المناصب وإلى هذه القيادات ورؤساء الهرم بالقيادة فأنت لما ترجع تعيد من الصفر وتمسح اللي يشتغلوه يعني جماعتك قبلك يعني بأستيكة مثل ما يقولون المصريين وترجع تبدي من جديد معناتها ما رح نتطور لأنه اليوم وجهات النظر مختلفة والأذواق مختلفة والتفكير مختلف وكل الأديولوجيات تختلف من شخص إلى آخر البعض يشوف القرار الفلاني يخدم العملية التعليمية والبعض الآخر يشوف أنه يضر بالعملية التعليمية وعلى هذه الدائرة نحن لازلنا في هذه الدوامة لا وزارة التعليم اتطورت ولا وزارة التربية اتطورت والدليل نسبة الأمية اللي وصلت 39% حسب إحصائية أخيرة لليونيسكل اللي صدرته في 2018 هذه نقطة نقطة ثانية أنه ولا جامعة عراقية درجت ضمن كوالتي إدوكيشن يعني جودة التعليم على المستوى العالمي في الجامعات العالمية ولا جامعة عراقية درجت ضمن هذه النقطة وجوزة هنا أحيانا يعني نلمع ننجم عمل بعض الجامعات عمل بعض المؤسسات التعليمية لكن على مستوى محلي لكن احنا لما نريد النجم ونلمع مو معناه أنه هذا مستوى الطموح خلص أعزل وأقعد لا لازم نطمح للمزيد المفروض أنه احنا بعد الثروة العلمية والثروة التكنولوجية لدخلة العراق قبل كان طالب الماجستير والدكتوراه يكتب على الآلة الكاتبة يحتاج لأشهر حتى يكتب لكم صفحة حتى يناقش بها فيما بعد في لجان المناقشة اليوم كل شي ثورة وثروة تكنولوجية عنده قادر على تغيير المعلومات بكبسة زر وهذا الموضوع ما انطبق فقط على التعليم انطبق على كل المؤسسات سوى كانت إدارية أو تعليمية فاليوم أنا عندي ثروة تكنولوجية عندي ثروة علمية لكنها لم تستغل بالشكل الصحيح جامعات موجودة جامعات عراقية موجودة متمكنة لديها ثروة تكنولوجية لكن بدأت تتواكب التطور لا لغاية الآن ما واكبت التطور لا على المستوى العالمي ولا حتى على المستوى العربي للدول المجاورة فهذه النقطة اللي احنا نريد نتكلم عليها اليوم القرارات اللي قاعد تصدر من وزارة التعليم ومن وزارة التربية هل هي مواكبة للتطور هل هي تعمل على اعادة النظام من اكملة من جديد بمعنى انه احنا قاعد نرجع من الصفر لو احنا قاعد نكمل للشغلات اللي وصلوها زملائنا فهذه النقطة اللي اريد اركز عليها احنا مثل ما عودناكم في كل حلقة نصلط الضوء على ابرز الاحداث والقرارات والامور التعليمية والاخبار ضمن فقرة اخبار عين العلم فخلونا نركز على فقرة اخبار عين العلم ونبدأ بالخبر وزارة التربية واللي تبين انه هي لغاية الان مو وزيرة بعد ايش بعد اكثر من 15 يوم لما اثير هذا الموضوع وزارة التربية لغاية الان بلا وزير وبلا اي قرار يتم تنفيذه والامور اللي قاعد يصير في هذه الوزارة هي عبارة عن تصريف اعمال بين قوسيا تمشية امور حتى لا تتعطل لكن لما تجي عليها على حقيقة الواقع فهي معطلة وزارة التربية لغاية الان بلا وزيرة ووزيرة التربية تبين انها ليست وزيرة فاني قرأ تفاصيل هذا الخبر وهذا حسب ما اكد السيد عادل عبد المهدي بصفة رئيس مجلس الوزراء والذي قال على هامش المؤتمر الصحفي الاسبوع لرئاسة الوزراء ان مرشحة وزارة التربية الدكتورة شيمال حيالي لم تكتسب صفة الوزيرة لغاية الان لانها لم تؤدي اليمين الدستوري وبالتالي فان امرها يعالج من خلال مجلس النواب او من خلال الكتلة اللي راشحتها خلينا نشوف هذا التصريح وبعدها راجعي لكم الحقيقة هي ذكرت في الاعلام انها قد قدمت الاستقالة لكن لم تكتسب صفة الوزيرة لانها لم تؤدي اليمين الدستوري فبالتالي لا يوجد شيء يستطيع رئيس الوزراء ان يعمله كقبول استقالة وهي ليست بوزيرة فهذا الامر يعالج اما من قبل مجلس النواب اعادة التصويت اعادة التقييم او من الكتل التي رشحتها بسحب الترشيح او بالاستمرار عليه فالامر لم يصل الى رئيس الوزراء من الناحية الشكلية والرسمية ليتخذ منها قرار اذا دكتور عادل عبد المهدي لما ظهر بهذا المؤتمر الصحفي يبين انه وزيرة التربية لغاية الان هي ليست وزيرة نعم منحت الثقة من قبل البرلمان تمت الموافقة عليها بين الكتل بعد معاناة طويلة حتى نحصل على وزير واليوم رجعنا من البداية ليش يقولكم اليوم انه احنا كل ما نتقدم خطوة قاعد نرجع عشر خطوات الموضوع موضوع مديح في شخص وزيرة التربية دكتور شيماء لكن فضوها وعينونا وزيرة حتى امور التربية تدار احنا قضيناها تقريبا ثمان سنوات او اربع سنوات دورة كاملة الكثير من الوزارات الاساسية في البلاد تدار بالوكالة اليوم قمنا نتمنى الوكالة حتى لو وزير بالوكالة يمشي امور الناس اكو درجات وظيفية لغاية الان متوقفة اكو امال واحلام ومصير ناس ومصير عوائل او عوائل قد تتكون فيما بعد واكفة على شخطة القلم ما للوزير لانه الوزارة تدار بتصريف اعمال درجات الوظيفية الترفيعات المخصصات الحقوق المتقاعدين هذه كلها اليوم تنتظر وزير التربية يقعد على الكرسي ويبلش باجراءات اللي ذكرتها قبل اللحظات فمصير واحلام وامال ناس متوقفة على اتفاق الكتل السياسية فاني لما ذكرت في مقدمة الحلقة وقلت انه اليوم تسييس النظام التربوي انا كنت قاصد هذا الكلام لانه اليوم كل منصب حتى لو كان منصب يعني وقاف على بوزر مالبانزين لازم باتفاق ولازم بترتيب ولازم بواسطات فما بالك بوزير مع جل احترامنا لوظيفة البوزر مالبانزي خانة مظيفة مرموقة ومحترمة وشريفة كثير كثير من الناس يتمنوها لكن انا احكي على منصب وزير اذا ما صارت توافقات وموافقات وبعيدا عن التخاصمات والتشنجات بان الكتل السياسية ما يصير وزير يجي شخص طلعوا انه اخو داعش يجي الاخ يجوز يطلعوا انه عليه قضية مساءلة وعدالة يجي غيره ورح نرجع في دوامة ورح نبقى في دائرة وفي حلقة مغلقة ما رح نطلع من هذه القمقم على قول ذاك الرجال فاحنا لما نتكلم على انه منصب التربية او وزير التربية يحتاج لشخص يقعد على الكرسي ويمشي امور الناس احنا قاضين بهذا الكلام اما يظهر السيد عادل عبد المهدي بصفة رئيس مجلس الوزراء لمجلس غير مكتمل الكابينة لغاية الان تنقص اربع وزارات اساسية لا دفاع ولا داخلية ولا عدل ولا تربية فهذه مشكلة هذه كارثة كابينة وزارية غير مكتملة احنا ما رح نتكلم او ناخذ الموضوع بمأخذ سياسي لكن اليوم النظام التربوي التعليمي في العراق مسيس فتجبر احيانا على التحدث بطريقة سياسية نتمنى من الكتل انه تتوافق وتصالح وتتفق حتى يخلون الوزير ويتفقون عليه واني متأكد لو الكتل كلها موافقة على دكتورة شيما كمنصب وزير تربية حتى لو مو اخوها داعش حتى لو عائلتها كلهم منتمين الى داعش كان صارت وزيرة لكن اكو خلافات وهذا الكلام انا ادري بيجوز ساعي للكثير لكن هذه حقيقة وهذا واقع وهذا منبر امانة سواء كانت امانة علمية امانة اعلامية المهم انه احنا قاعد ننطي هذه الامانة بتفاصيلها وبتعابيرها منصب وزير التربية يجب ان يحسم حال حال منصب وزير التعليم الذي حسم وبدأ باصدار قرارات جديدة الكثير منها قد يخدم العملية التعليمية والبعض منها قد يضر بالعملية التعليمية وهذا الكلام ممنعدنا هذا الكلام من شخصيات مسؤولة في التعليم العالي فاليوم احنا بحاجة الى اتمام هذه القضية حتى لينتظر تعينه يتعين اللي ينتظر ترفيعه يترفع اللي ينتظر علاوه يتم تعليه تراتبه اللي ينتظر حقه كراتب تقاعدي بعد ما خدم الدولة لثلاثين او خمسة وثلاثين سنة يحصل على حقوقه لأن كل هذه الامور متوقفة بشخطة قلم معالي الوزير او معالي الوزيرة اما سيد عادل عبد المهدي فمتأخر جدا في لحظة الظهور بمؤتمر صحفي والتحدث بهذه النقطة لأنه مواقع التواصل والشعب العراقي كل انتفاض على هذه النقطة والامر اصبح بيد السيد عادل عبد المهدي ويطلع السيد عادل عبد المهدي يرمي الكرة في ملعب البرلمان والبرلمان راح يطلع يرمي الكرة في ملعب الكتلة السياسية وهكذا فقلنا لكم الموضوع عبارة عن حلقة ودوامة وسلسلة غير منتهية وما بها خلط نهاية ننتقل الى الخبر الاخر واللي هو يتحدث عن الدرجات الوظيفية اللي تحدثت عليها قبل اللحظات وقلنا انه كثير من الشباب اللي تخرجوا بعد 18 او 20 سنة دراسة حسب مقدرتها العلمية ينتظر تعيين حتى يكون الى دور في هذا المجتمع ويفتح بيت ويكون رب أسرة يكون جزء من هذا المجتمع اللي هو جزء الإيجابي النافع يقدم الخدمات ينطي اللي براسة من علم إلى المتعلمين الصغار فينقل الأمانة العلمية فأكثر من 2000 درجة وظيفية تم الإعلان عنها في تربية البصرة نتابع تفاصيل هذا الخبر حيث أعلن مدير تربية محافظة البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان في تصريح خاص بقناة سامراء إشهار الفترة المخصصة للتقديم بعشرة أيام مبين أنها ستمدد لفترة في حال استمرار أعداد المتقدمين بالتزايد تم إعضاء وصولات إلى جميع المتقدمين ونتبع التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزارة نتابع تفاصيل هذا الخبر والفيديو الذي حدث كجانب من لقائنا مع مدير تربية البصرة دكتور عبدالحسين سلمان بعد راجعي لكم كما معلوم أنه تم شروع بالدرجات الوظيفية في محافظة البصرة والتي عددها 8000 درجة هذه قدمت في إعلان وتم الإعلان عنها من يوم عشرة أيام لمدة عشرة أيام وسوف تنتقي هذه الفترة إذا كان هناك عدد من المتقدمين سوف نمدد هذه الفترة الآن الأخوان في اللجان المسؤولين حاول التقديم تم إعطاء وصولات كاملة إلى قسم من المتقدمين والقسم الآخر ينتظرون إعطاء الوصولات اليوم سلمت جميع الملفات وننتظر أيضا كل المتقدمين في محافظة البصرة أن يقدمون هذه التعينات يجب أن تكون وفق معايير وكذلك وفق متطلبات وتعليمات الخاصة بالأمان العامل الأسوزراء وكذلك السيد محافظة البصرة إضافة إلى التعليمات الخاصة بوزاة التربية سوف تقبل كل الطلبات وتظهر إن شاء الله وفق النظام الإلكتروني سوف تحسب على درجة النقاط إضافة إلى أولوية للتعينات خاصة للعقود والمحاضرين وما موجود في التعليمات التي تم نشرها في إعلام تربية محافظة البصرة إذن تم إعطاء وصولات إلى جميع المتقدمين الأولوية بالتعيين إلى المحاضرين والمتقدمين للتعيين واللي هم أصلا كانوا عقود وخدموا الدولة لسنتين وثلاثة والبعض من عدهم صار لخمس سنوات يخدم الدولة بدون مقابل ألفين درجة وظيفية بانتظار موافقة وزارة التربية حتى يكون إلها تخصيص مالي ويتم المباشرة بإطلاق هذه الدرجات بشكل فعلي وأصدار أوامر إدارية بهذا الخصوص ونحن ننتظر وزير التربية يقعد بمكانه الخبر الثالث في فقرة أخبار عين العلم يخص المتعلمين وطبقة الدراسات العليا والموافقة على إلغاء التمديد الإجباري للمقبولين في العام الدراسي الحالي نتابع تفاصيل هذا الخبر حيث وافق وزير التعليم على إلغاء التمديد الإجباري ويطبق للمقبولين للعام 2018 2019 واعتماد تمديد الدراسة من تاريخ قبول الدراسة والسماح للموظف بالمباشرة واعتبارها فترة انتهاء دراسة كما هو موضح في الكتاب الرسمي أمامكم اللي هو صادر من دائرة البحث والتطوير زي ليش أثير هذا الموضوع لأنه اليوم القرارات الوزارية للدكتور عبد الرزاق لعيسى السابق كوزير تعليم سابق كانت تقول أنه لازم الموظف اللي هو محصل على إجازة دراسية تاريخ انتهاء دراسة من تاريخ تسليم الرسالة والمصادقة عليها واعتمادها أنه هو حصل على دراسة الماجستير أو الدكتورة من ذي كل لحظة يرجع إلى جامعتها وإلى كليتها وإلى مكان عمله الرئيسي قبل الإجازة الدراسية ويرجع يسوي مباشرة هذا فيما آخر قرار صدر عبد الرزاق العيسى قبل هذا القرار كان يكون قرار ثاني يقول أنه موظف تعليم العالي أو موظف أي دائرة بمجرد ما يسلم بعده لا مناقش ولا تجاه إلى التصحيح ولا تمت المصادقة على إعطاء يعني شهادة الماجستير أو الدكتورة أو الدبلوم العالي مجرد ما يسلم ياخذ وصل بالتسليم يروح على ضوء هذا الوصل يروح يباشر وينتظر تاريخ المناقشة فكان أكو فرق تقريبا شهريا إلى ثلاثة شهر على المدى يعني الأقصى أو على المدى البعيد أنه خلال ثلاثة شهر أنه قاعد يستلم راتبة يرجع راتبة كامل أقصد بذلك يعني جماعة التعليم العالي اللي هم أدهم خدمة جامعية فترجع للخدمة الجامعية والمخصصات الأخرى الجامعية لأنه هو باشر لكن هذه الثلاثة شهر هو ما ناقش ولا حصل دراسة فإجا دكتور قصي سيهيل وحسم هذا الموضوع عن طريق الكتاب اللي صدر واللي قرأنا تفاصيله قبل لحظات ننتقل إلى الخبر الرابع وليتحدث أيضا عن الإجازات الدراسية فبعد إيقافها لزمن طويل الموافق على احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتابع تفاصيل هذا الخبر حيث تمت التوصية بضرورة الموافقة على احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف في داخل العراق وخارجه بسبب إيقاف الإجازات الدراسية منذ وقت طويل وكذلك التأكيد على عدم التمييز بين الشهادة العلمية والإنسانية عند الاحتساب كما هو موضح في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الكتاب أحيانا دائما في فقرة أخبار عين العلم نستعرض الكتب اللي هي صادرة ليش؟ لأنه بعض الأحيان نستلم هذه الكتب قبل لا تثار أو تنشر في مواقع التواصل أو تصل حتى إلى الجامعات لأنه المتعهد ما واصل الحكومة العراقية والدولة العراقية بكامل مؤسساتها لغاية الآن أغلبها ما اشتغلت على نظام الحكومة الإلكترونية أنه يتوصل كتب عن طريق الإلكترون خايفين على البريد الإلكتروني لا يعني ينسرق أو يخترق وبالتالي تم إصدار كتب تعيين وإلغاء تعيين ومناصب وعطى مناصب وإعفاء وغيرها بسبب التهكير والاختراق في لغاية الآن نحن معتمدين على الطريقة الكلاسيكية واللي لاحظ أنه يعني الناس لا تسمع بالكتب بمجرد أنه شافت على موقع وزارة التعليم بالتاريخ كذا وما يوصلها إلا بعد 15 أو 20 يوم من تاريخ صدور الكتاب وبعض الكتب المشكلة أنهما محدديها بفترة معينة يعني أبرز شي أنه قبل لحظات لما ذكرنا الخبر ما لألفين درجة وظيفية في تربية البصرة الإعلان هو عشر تيام لكن يومين حتى بس يوصل من الوزارة إلى المديرية تربية البصرة مديرية تربية البصرة بينما استلمتها وبينما حطتها في هامش اجتماعها وبينما صدرت قرار حتى يعلنوا أخذت لها يوم أو يومين فبقى الست تيام فست تيام بينما يوصل إلى الناس بينما يبلشون الخريجين يجمعون الوثاق والوثاق التخرج والمستمسكات وغيرها ويدخلون على النت فيجوزها ما تيضيع لها فيديوما فيبقى لهم بس أربعة أيام وهذه الأربعة أيام تلاحظون أغلب المواقع اللي تريد تروج إلى تعيين توقف ليش؟ لأنه يصير عندها أوفرلود طاقة قصوى بالتحمل ما تقدر تتحمل هذا الكم من الفيزيتور أو من الزائرين على هذا الموقع وبالتالي رأسا الخريج من قد ما يبزع يعوف التعيين ويطلب فنتمنى أنه ننتقل إلى موضوع الحكومة الإلكترونية أو العولمة فيما يخص هذا الموضوع الناس اليوم في دول مجاورة وغير مجاورة وبلدان عربية هو قاعد ببيته يقدر يصدر جواز يستلم جواز يخلص معاملة يراجع دائرة حكومية هو قاعد بصالة البيت مالته ليش؟ لأنه يكون ترنيت أكو شيء اسمه حداثة تطور استغلال الثورة العلمية والثروة التكنولوجية اللي موجودة فإحنا نتمنى أنه نوصل المالعلم مالعلم إحنا عدنا الأساس فنتمنى selected فليوم نتمنى أنه الحكومة توصل إلى هذه النقطة حتى نستغل الثروة العلمية والثورة التكنولوجية اللي موجودة عدنا إحنا عدنا الأساس مثل ما ذكرت لكن محتاج أنه نستغل هذه الأساسيات حتى نصل فاليوم إحنا لما نستعرض هذه الكتب لأن هذه الكتب تصدر من الوزارة يحتاج لها أيام حتى توصل إلى الوجهة التي هي معنونة إلها ننتقل إلى الخبر الآخر والذي يتحدث أيضا عن طلبة الدراسات العليا ومحاولات الوزارة حتى تنجحهم بصريح العبارة فتفاصيل الخبر هو معالجة حالة طلبة الدراسات العليا من أجل شمولهم بالنجاح حيث أصدرت وزارة التعليم قرارا جديدا لمعالجة حالات الطلبة الراسبين والمرقن قيودهم في الدراسات العليا من أجل شمول جميعهم بالنجاح كما هو موضح في الكتاب الرسمي الصادر من الوزارة دائرة البحث والتطوير وهذه تفاصيل الكتب هذا الكتاب يشمل طلبة الدراسات العليا للعوامة الدراسية من 2014 ولغاية 2016 14-15 و15-16 بالفقرات 23456 وتخويل اللجنة بالنظر بحالات طلبة الدراسات العليا الراسبين بأكثر من نصف المواد الدراسية في الكورس الأول كما هو موضح في الفقرة آنفة يعني أكثر من نصف المواد طالب دراسات عليا فشل في اجتيازهم اليوم الوزارة تبحث في عملية إعادة المرقن قيودهم بهذا الخصوص لأنه لما هو يرسب أكثر من نصف المواد يرسب في الكورس الأول ويرسب في الكورس الثاني فمجموع المواد الدراسية أكثر من النصف يترقن قيده فاليوم إلغاء عملية ترقين القيد وإعادة الإجازة الدراسية أنه لازم يجربوها خلال 60 يوم ننتقل إلى الخبر الآخر واللي هو في محافظة بابل بمركزها مدينة الحلة واللي انتشرت آفة المخدرات وبدت هذه البادرة تنتشر في بعض المدارس وفي بعض الجامعات كما يقال وفي الشوارع كما يقال يعني احنا ما عندنا أساس أو ما عندنا دليل على هذا الكلام لكن الأقوال التي تقول والتي تؤكد بينهنالك مخدرات منتشرة في أغلب المحافظات العراقية شرطة بابل حبت أنه تكون مكافحة لهذه الآفة وتبدأ بعملية مكافحتها قبل لا تنتشر بشكل كبير وتصبح في درجة عدم السيطرة عليه فننتقل إلى تفاصيل هذا الخبر محاضرة توعوية حول المخدرات وخطرها في مدارس بابل نتابع تفاصيل هذا الخبر حيث بيّنت وزارة التربية عن تنظيم قيادة شرطة بابل محاضرة توعوية حول المخدرات وخطرها في مدارس المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية فيها موضحة بأن تلك الخطوة تندرج ضمن برامج التوعية التثقيفية التي أطلقها القسم لتعزيز ونشر بفهوم الثقافة الأمنية وترسيخها بين الطلبة المكتب الإعلامي قال أن تربية بابل أبرمت تعاون مع قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة لإقامة محاضرة توعوية حول المخدرات وخطرها في المدارس التابعة لها حيث تطرقت الندوة إلى موضوعة المخدرات والابتزاز الإلكتروني وخطرها وأثرها السلبي على المجتمع وكيفية معالجتها الثار انتباهنا في هذا الخبر هو أن هذه المحاضرة ألقيت أمام الطالبات فقط فنريد أن نسأل حقيقة قسم الإعلام أو قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة محافظة بابل ليش هي المخدرات منتشرة في صفوف البنات في مدارس البنات في الجامعات تحديدا بالجنس الأنثوي يش هم البنات اللي قاعد يشربون مخدرات معجول احترامنا لهذه المحاضرة اليوم أنتم مشكورين على تقديم هذا الشيء لكن احنا نطمح أن هذه المحاضرات تكون للشباب وتبينوا لهم الدلائل شن اللي راح تأثر عليهم المخدرات من الجانب الصحي من الجانب الاقتصادي من الجانب المجتمعي شن خطرها على المجتمع انت شن اللي راح يصير بيك بعد ما تكون مدمن على المخدرات شن راح تكون انت الأساس في انتشار الجرائم في هذا البلد هذا اللي نطمح له أما البنات فأحنا نعرف مجتمعاتنا العراقية وعوائلنا العراقية كيف تربي بناتها البنت العراقية اليوم وين ما تروح هي قمة في الأخلاق قمة في الأدب قمة في التعامل مع الآخرين بإيجابية حتى كذلك الشباب لكن احنا محتاجين لناس ادليهم او توجههم نحو الطريق الصحيح اقصد بذلك الشباب فاحنا نتمنى هذه المحاضرات ما نعرف ما عندنا تفاصيل اخرى حول هذا الموضوع لكن الصور اللي وصلتنا انه هي في مدارس للبنات نتمنى انه تكون هذه المحاضرات في مدارس للبنين في مدارس للجامعات في داخل جامعة بابل في داخل الكليات التابعة لهذه الجامعة واخص بذلك الشباب اليوم احنا عندنا الشباب قد ينجرفون مع امور اخرى وما ننسى انه لما دخل تنظيم داعش استطاع انه ونجح انه يستغل كثير من شبابنا العراقيين وبالتالي تمدد وتوسح واصبح في طريقة غير مسيطرة عليها الا لما دخلت كل قوى الامن الداخلي والخارجي وقوات الجيش العراقي حتى يتخلصون من هذه الآفة فآفة المخدرات هي خطرها اكبر من آفة القتال وآفة التنظيمات المسلحة سواء كان داعش وغير داعش لانه هذه تفتك بالمجتمع من الاساس تبدأ بالفتاة من لحظة نشئته ومن لحظة شبابه وما تنتهي بيه الا بالقبر فنتمنى فعلا انه تكون هذه المحاضرات التوعوية في مدارس للبنين اكثر مما تكون في مدارس للبنات وتحية الى قيادة شرطة محافظة بابل والى قوى الامن الداخلي في محافظة بابل وفي كل المحافظات العراقية ننتقل الى الخبر الآخر واللي هو فيديو يوضح بعد ما تم اللقابي في احدى القنوات الفضائية واللي هي قناة العهد اللي هي اليوم متعار كوي قناة الفرات ما رد نذكر تفاصيل هذه المواضيع لكن مزعد جدا لما تكون قنوات عراقية متصارعة فيما بينها نتيجة خلافات شخصية سياسية حتى لو كانت هذه الشخصيات هي تملك هذه القنوات لكن احنا كاعلاميين مفروض ما ننجرف هي المشاكل السياسية لما يكون مدير قناتك عند مشكلة لو هي مدير قناة اخرى واللي هو شخصية سياسية اخرى نتمنى انه الامانة الاعلامية ما تنمس بهذه الطريقة فكل التحية لكل القنوات العراقية خلونا بموضوعنا وزير التعليم يؤكد بانه سيتم اعفاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين بالوكالة نتابع تفاصيل هذا الخبر حيث اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور قصي السهيل بانه سيتم اعفاء جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم تعينهم بالوكالة بالاضافة الى اعادة تقييم باقي العمداء ورؤساء الجامعات واصحاب المناصب الخاصة الذين مضى على تسلمهم منصب اكثر من اربع سنوات جاء ذلك خلال لقاء اجرة قناة العهد الفضائية وهذه نذكرها للامانة الاعلامية نتابع الفيديو لدكتور قصي السهيل بصفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد راجعكم بحدود 570 درجة خاصة ما بين ودير عام رئيس جامعة ووكيل وزير مستشار وهذه كلها لم يتم المصادقة عليها طيلة الفترة الماضية طلب تقييم نعم 570 درجة خاصة طلب من الاخ الوزير بالوكالة ان يسوي تقييم لما موجود من هذه الدرجات وهيئ المؤهلين ايضا الاخ الوزير اعتقد ان هذه هي مهمة الوزير الاصيل لان تحتاج مصادقة في مجلس وزراء البارحة احنا في مجلس وزراء ايضا طرح هذا الملف مرة اخرى قلت انا بحاجة الى فترة لتقييم ما موجود نقدر نتخذ بها قرار لانه كما تعلم القرارات اللي اتخذت فترة الاخيرة بالفترة الاخيرة داخل مجلس وزراء تبرد سلطة سلطة تقديرية خاضة على الوزير المعني 50 درجة وظيفية ما تم المصادقة عليه بالتالي بقت تدار هذه المناصب او هذه الوظائف بقت تدار بالوكالة ف570 درجة وظيفية تغل رقم مقليل لما تكون انت يعني كمنصب تدير المنصب بالوكالة وليس بالاصالة فانت تكون يعني صلاحياتك قد تكون محدودة وفي اي لحظة بسبب خلاف معين حتى لو عضو مجلس محافظة يقدر يسبب لك مشكلة وبالتالي تزاح من منصبك فاحنا لما نبقي ميتي مناصب حساسة واخص بذلك العمداء الكليات ورؤساء الجامعات هذه المناصب حساسة لانها تمس عقول الناس تمس عقول المجتمع انت قاعد تبني مجتمع بقيادة المفروض تكون اصيلة لما انت مخلي منصب لغاية الان بالوكالة وفي اي خلاف قادر على ازالته رح يكون متعرض للابتزاز لو ما متعرض رح يكون في داخله ما مستقر يقول لك انا هذا المنصب حتى لو اتعب عليه في اي لحظة يجون ويطيروني من عنده فلياش اخدم هذه جوز يعني لسان حال الاصحاب المناصب يقول الكثير من عدهم اليوم يديرون المنصب بقمة في عملية التواضع وقمة في عملية الادب وقمة في عملية التعامل مع الاخرين وقمة في عملية تقديم الخدمة الى المؤسسة اللي يعملون بيها و الى الجامعة او الى الكلية اللي هم قايديها لكن المفروض انه 570 يعني درجة خاصة عمداء ورؤساء الجامعات ووظائف اخرى حساسة في هذا البلد انه تكون اصيلة ما تكون بالوكالة حتى يقدم ما عنده من جهود يقدم ما لديه من طاقة وبالتالي انت رح تمنح الاستقرار النفسي بانه انت اليوم اهل لهذا المنصب فنتمنى انه يتم الاخذ بنظر الاعتبار بهذا الكلام و لكن توجيه رسالة الى مجلس الوزراء بانه هذه الدرجات تنتظر المصادقة عليكم هذه الرسالة لدكتور عادل عبد المهدي و اللي لغاية الان ما حس منه موضوع لا وزيرة التربية ولا موضوع وزارة الدفاع ولا الداخلية ولا العدل نشوفكم بعض الفاصل احنا نقول قرارات ومسؤوليات بعض الاحيان يجوز تصدر قرار من جهة مسؤولة لكن ما تتحمل المسؤولية تصدر القرار و بعدها تتخلى عن هذا القرار او تتراجع به اللي يتحمل المسؤولية منه هم ابناء الشعب العراقي سواء كان موظف سواء كان عامل سواء كان موظف بعقد بأجور يومية سواء كان أستاذ جامعي سواء كان طبيب سواء كان غيره اي فئة من فئات المجتمع واي صنف من اصناف المجتمع اللي موجودة في العراق ريال عاني اللي طلعت قبل لحظات هي مهندسة معمارية عراقية لو كانت مهتمة حكومتنا بها لكان استثمرت في داخل العراق لكن ربا ظرت النافعة اليوم قررت انه تتجه الى دول اخرى حتى تدعمه فعلا تم دعمها وبالتالي رجعت الى بغداد اليوم لما نريد ننتبه على هذه الحالة كم ريال عاني موجودة اليوم في العراق كم مهندس حالة حالة المهندسة ريال عاني المهندسة المعمارية العراقية كم صاحب عقل في العراق لم يستغل عقله وبالتالي يختار انه يخدم دول اخرى او يقدم الخدمات والعلم الى دول اخرى فاحنا لما نقول وذكرتاني في مقدمة الحلقة ونقول انه لما نرجع الى موضوع تهجير العقول فحتما ما رح نتقدم ولا رح نقدر نخطو الخطوة الصحيحة الى الامان فتشوفون ان نتقدم خطوة ونرجع عشر خطوات بالسبعينات كان عدنا السلم الكهربائي والدرج الكهربائي اليوم احنا منشوفها بالمولات شفنا عجبة في حين هو منتشر في السبعينات وفي الاسواق العراقية وذي تشير ما دي تشهد اللي هي عاصمة محافظة لنبار فاحنا لما نتقدم خطوة مفوض نزداد التقدم خطوات مو نرجع عشر خطوات تقرير مصطفى طاهر خلونا ننتقل الى هذه الوجهة اللي هي تحديدا محافظة ديالة واللي صلت الضوء على نقطة جدا جوهرية ومهمة انا في الحلقة اللي مضت ذكرت في احدى فقرات او اخبار عين العلم انه رب اسرة او ولي امر طالبة اتجه الى تصليح رحلات مدرسة كاملة وتبين انه مو هذه المدرسة الوحيدة اللي هو يصلح رحلاتها لا كانت تكون قبلها مدرسة وبعدها مدرسة يعني مجموعة الرحلات اللي يصلحها مارث لث مدارس فلما ولا امر يشتغل شغل حكومة او يشتغل شغل مديرية تربية او يشتغل شغل قسم الصيانة في وزارة التربية او في مديرية التربية فعيب عليكم هذه لما يكون يعني مهتم في عملية تصليح اثاث مدرسي فما بالك باللي يبني مدرسة فما بالك بأولياء الامور لما يجمعون اموال ويسوون جمعية ويبنون مدارس لعد الموازنة المالية والنسبة اللي تخصص من الموازنة الى وزارة التربية ويند تروح يطلع لك المدير التربية الفلاني سيارات ما شاء الله جكسارات والعقارات منيا هذا من راتبة الاربع ملايين لو لثلاث ملايين ونص اشو كلتنا نستلم رواتب ما صارت عندنا هذه الامكانية نستذكر قول علي بنبي طالب كرم الله وجه لما قال ما جمع عمال الا عن بخل او حرام خلونا نركز على نقطة الحرام اليوم الاموال اللي موجودة والسيارات اللي قاعد نشوفها بالشوارع والحمايات والزجاج المضلل وتقول لك نشوفها انه جوز هذا رئيس وزراء اتباع لمدير تربية اصبح امبراطور مدير تربية فلاني اغلب الشعب العراقي يعرفه اصبح امبراطور في عملية امتلاك الاموال ليش لانه صارنا بالمنصب يجوز ثمان سنوات او تسع سنوات كمدير عام تربية معيب جدا لما اولياء امور يجمعون او يسوون جمعية حتى يبنون مدرسة الغاية من عدها يقول لك انا احسن ما اروح اودي ابني في مدرسة اهلية ويجوز ما ما اقدر يعني اجيب القصة السنوي مالتها لانه سنة بعد سنة قاعد ترتفع هذه الاموال حتى وزارة التربية ما نجحت في عملية تسليط الضوء على هذه النقطة وعملية التخمة في عملية استحصال الاموال بالنسبة للمدارس الاهلية ولا طالب اول امر عند طلاب اثنين لازم يحضر لهم كل سنة اربع ملايين دينار منين يجيبها وهم ما زالوا في مرحلة الابتدائية مستقبل نعم احنا نقدر انه نرسم المستقبل لكن مو بهذا الكم من الاموال أنا لما اتكلم اتكلم عن لسان حال اغلب اولياء الامور جوز البعض من عندهم مقتدر قادر على دفع هذه المبالغ لكن الكثير منهم لا يمتلك الاربع ملايين بالسنة هاي عدل المصاريف المدرسية الاخرى الملابس والمأكل والمشرب والخاط وغيره والقرطاسية والمناهج الى اخره من هذه الامور فالتقرير مصطفى طاهر زميننا من ديالة واللي هو بيّن انه اهالي المحافظة يأسوا من القرارات الحكومية وقرروا انه يبنون مدارس ابناءهم بايديهم يحصلون اموال ويسوون جمعية ويبنون هذه المدارس فعيب جدا على مديرية تربية بابل وعيب جدا على كل شخص مسؤول يجي مواطن اعتياد يأدي وظائفك وواجباتك اللي انت محمل امانة انه تكملها وتسويها خلونا نشوف هذا التقرير وبعد راجعي لكم بختام بسيط بعد هدمي اكثر من مائة وعشرين مدرسة في محافظة ديالة وفق المشروع رقم واحد الذي كان لمدرسة ابي تمام في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة حصة منه ونتيجة لوجود مدرسة واحدة في المنطقة بادر ابناؤها مع الكوادر التدريسية بجمع المبالغ المالية لبناء ستة صفوف بعد عجز وزارة التربية لأكثر من سبع سنوات لعادة بنائها بجود هذه المنطقة والتبرعات الموجودة والهيئة تدريسية بناء مدرسة وتمكننا من بناء مدرسة بستة صفوف والحمد لله قدرنا نفتح المدرسة تم بناء هذه المدرسة هذه السنة والحمد لله وبجهود الخيرين من المنطقة وبجهود الكادر التدريسي طبعاً والحد هذه اللحظة جاي نجمع تبرعات من المعلمين ومن الناس الخيرين اللي ساهمون في بناء هذه المدرسة حتى نساهم في إكمالها مدير المدرسة أكد أن هذه المبادرة جاءت بعد مهاناة الطلبة من الدوام الثلاثي في مدارس أخرى وفي النية جمع أموال لبناء بقية الصفوف مطالب النجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل مقاعد جلوس الطلبة وإدامة الساحة الرئيسية للمدرسة كنا دوامنا ثلاثي وهذا دوام ثلاثي يعني مزدحم وصعب بجهود أهل القيرية كلهم فقدرنا نبني هذه المدرسة تقريباً بنينا 6 صفوف وبعد عدنا صفوين ما كاملة والحمد لله إن شاء الله نكملهم يعني وإحنا جارين على قدمنا وساق بأنه نكمل هذه الصفوف وعندنا بس حاجات شفتها يمكن المدرسة بنا الساحة وعندنا رحلات أمنة في دولة تنعم بالكثير من الخيرات والنعم وهذا هو حال مدارسها بعد أن هدمتها معاول الفساد ليبقى التعليم يتعكز على أولياء الأمور بعد غياب تام لدور الجهات الحكومية لقناة سامراء مصطفى طاهر ديالة إذن هذا اللي قاعد يصير في محافظة بابل بمركزها مدينة الحلة أولياء أمور يجمعون أموال يسوون جمعية بياناتهم حتى يجون يبنون مدارس يعني يأدون مهمات هي المفروض أنه الحكومة المحلية والحكومة المركزية ووزارة التربية بتخصيص من وزارة المالية لأنه كل سنة يكون شيء مخصص إلى التعليم وإلى التربية المفروض أنه يأدوها هم اللي يبنون مدارس لأنه اليوم عملية بناء مدرسة يحتاج إلى موافقات واستحصال موافقات واستحصال أموال ولازم ضمن معايير ومقاييز دولية أو حتى محلية إلى آخرين من هذه الأمور فأحنا اليوم كأولياء أمور لما نبني مدارس ونؤدي الواجبات بدل الحكومة فشنو فايدة الحكومة؟ هو باقي وقاعد تحكمنا وقاعد تأخذ ملاييننا وأموالنا وقوتنا بالختام بما أنني اليوم اتكلمت عن القرارات وكيف تؤثر هذه القرارات الحكومية أو الصادرة من مسؤول معين على فئة أو شريحة من المجتمع أذكركم قصة في إحدى المحاضرات سأل المعلم تلاميذه وقال إذا كان هناك أربع عصافير على الشجرة وقرر ثلاثة منهم الطيران فكم بقي منهم على هذه الشجرة؟ كلهم جاوبوا أنه بقى واحد فقط فجأة واحد من التلاميذ فز وقام أستاذ بقى أربع عصافير قال له بإنبهار فسأل المعلم وليه جاوبت هذا الجواب؟ فرد علي التلميذ قال أنت قررت أنه وقلت أنه قررت العصافير الطير بس ما قلت طارت فقال للمعلم جوابك صعب هو هذا الجواب الصحيح اليوم حال التعليم بالعراق كحالة حال بقية الظروف اللي قاعد مر بها الشعب كل حكومة وكل شخص حكومي مسؤول يطلع على الشاشات ويقول سنفعل سنعالج سنحل سنطور لكن بطبيعة الحال هي مجرد قرارات نائمة لا ترتقي إلى الأفعال الصارمة والسبب الحقيقي لجعل البلاد فوق الفساد عائمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة